أجويرو في تاني مشاركة ليه وفي لقاءه رقم 55 في بطولة الدوري عنده خمس أهداف هل يزودهم لستة؟ هنشوف أجويرو جنش داخل أجويرو داخل يا سلام يا سلام يا سلام أبو العجناش أبو العجناش بيعود ويصحح الأخطاء وينقذ رقلة الجزاء لكن هل تحرق دامت أهدافه في بطولة الدوري حوار وجهة لوجهة أمام أبو جبل جبازكي داخل يوشري وحيد داخل يوشري وحيد داخل يوشري وبيشطاه أبو جبل يعاني عليك يعاني عليك يا جبل ما يهزك ريح أبو جبل بيبقي الحزوز لفريق البنك الأهلي بعد ما ينقذ مرمى من راكل الجزاء حطها برعونة شديدة جدا جدا يوسري وحيد بعيا راجل من وينقذ مرمى من راكل الجزاء ولا يتوقف رصيده عند 130 هنشوف السعيد والشناوي على بعد 11 متر داخل السعيد داخل السعيد وبيصدها الشناوي ولسه الحكاية ولسه الفرصة كريم طارق انقاذ بديع كبير من حارس كبير وعادي الشناوي وجمال عمر السعيد وعادي الشناوي أرى أفكار عمر السعيد مين المقدام مين المغور مين الفدائي وهو واحد هو رامي صبري رامي صبري هو اللي هيتصدر للقطة صعبة جدا 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 رامي وخبرة السنين رامي وبسام رامي وبسام ست مبارات لم يسجل رامي رامي صبري رامي وبسام رامي وصبري رامي وبسام رامي 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 وحشة رامي وتعاملك بسام والتعادل العادل مش ممكن أحمد خطاب لسان حلو يقولك عمري ضيع لي واحدة في ماتش المصري والنهار ده رامي ضيع واحدة في ماتش سيراميكا أي جنون لك اللي عبها وحش قوي 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 رامي صبري راهنت على أعصابه على ثباته على خبرته لكن وضح عليه الاهتزاز وضح عليه الارتباك وضح عليه الألأ والخوف في اللقطة اللي فاتت خلي بالكو ممكن يبقى فيه فار تاني لو فيه لعيبة مثلا من لعيبة سيراميكا كروباترا دخلت منطقة الجزاء قبل ما هو التمريرات المهمة والمؤسرة لفرقته ولعبته خلال النص الساعة اللي فاتت عواد وإلياس إلياس وعواد النمى يا ولدي عواد تاني موجود النمى في الشبكة من بره يا ولد يا ولدي عواد قادي عواد كأن الرجل بيقول خلاص صلحت لو كان فيه خطأ بدفع أو تهور يطلع رقلة الجزاء عشان اللقاء يفضل تعادوا سلبة دون أهداف ويتقلق محمد عواد في ضربة جزاء إلياس الجلاصي قادي اللعبة رح لها كويس قوي والمتابعة في الشبكة من بره ويفضل اللقاء ويفضل اللقاء ترجمة نانسي قنقر